معلومات عن السلاحف ماذا تأكل السلاحف من مميز في تربية السلاحف المنزلية وما هي أنواع السلاحف كيف نعرف الزكرة من الأنسى كيف نشتريها ونعرف أنها بصحة جيدة كل هذا واكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك السلام عليكم أنا عامر خالد جماع من قناتكم الحياة عجائب السلاحف من الكائنات الهادئة ولن تشعر حتى بوجودها أنواع السلاحف وأسعارها منها ما يعيش في الماء ومنها ما يعيش في البر منها كبيرة الحجم ومنها الصغيرة تتفاوت أحجام السلاحف حسب نوعيها فمن الممكن ألا يتعد طولها بضع سنتيمترات قليلة بينما هناك بعض الأنواع العملاق يزيد طولها عن المتر هناك بعض الأنواع المعمرة يصل عمرها إلى 150 سنة وأكثر الأنواع الموجودة في مصر الزراعي الصحراوي والسلاحف اليونانية والسلاحف السولكاتا وتتميز سلحفاء الزراعي والصحراوي واليوناني بصغر الحجم أما سلحفاء السولكاتا فهي الأكبر حجما السولكاتا هي الثالث أكبر أنواع السلاحف في العالم أما عن سعر السلاحف أسعار السلاحف الصغيرة تتفاوت الأسعار حسب كل بلد وحسب النوع والوقت تتراوح أسعارها من 10 دولارات إلى 100 دولار هذا الأقل سمنا وفي مصر السلاحف الصحراوي تبدأ من 150 جنيه الصغيرة أما السلاحف اليوناني يتراوح سعرها من 250 إلى أكثر من 500 جنيه أما السولكاتة فيتراوح سعر الصغير منها إلى 100 دولار أما الكبيرة فتبدأ من 400 إلى 1000 دولار ويصل طولها إلى متر ووزنها أكثر من 100 كيلو جرام ويتم تربيتها للحدائق أو للتربح أو للهواية أو في مجال الأبحاث العلمية كيف نفرق بين الذكر والأنسة؟ لا يظهر الفرق إلا بعد 6 سنوات ويتفاوت عمر البلوغ بحسب النوع والتغزية الجيدة الفرق بين الذكر والأنسة وذلك عن طريق أمرين إما الزيل وإما الصدف فالصدف يكون عند الأنسة مسطح مستوي وعند الذكر يكون مقعا ولن يظهر ذلك إلا بعد البلوغ الصدف للصغير يكون كله مسطح متساوي الفرق الثاني للتمييز بين الذكر والأنسة الزيل ذيل الذكر أطول وفتحة الشرج أكبر بعكس الأنسة الزيل قصير وفتحة الشرج تكون دائرية وصغيرة ويظهر العضو الزكري واضح متى تبلغ السلاحف البرية؟ يبلغ الزكر عند عمر 13 سنة وعند الإناس بعد سن الخامس عشر سنة ويتفاوت البلوغ بحسب النوع والتغزية والبيئة ويتزوج الزكر من ثلاث إلى أربع إناس هذا الأفضل لزيادة تخصيب البيت وقد يصل تزاوج الزكر الواحد لعشرة من الإناس ويجب أن توفر لهم البيئة المناسبة إذا كنت تربيها في المنزل أو البلكونة أما عن السلاحف المائية فيبلغ الزكر عن عمر سنتين إلى خمس سنوات أما الأنسة فتبلغ عن عمر خمس سنوات لسبع سنوات أما السول كاتا فتبلغ بعد وصولها أربعين سنتيمتر وهذا النوع يستغرق خمسة عشر عاما حتى يصل إلى مرحلة النوج أما عن موسم التزاوج فيبدأ بعد الشتاء من الشهر الثالث والشهر الرابع في الربيع والخريط وقد تضع البيض في الشهر الخامس وتبيض الأنسة إلى سبع بيضات في الأحجام الصغيرة يختلف كل نوع في عدد البيض ففي الأنواع الكبيرة كالسلكاتة تصل إلى خمس وثلاثين بيضا ويفقس البيض من ستين يوم إلى أكثر من مائة يوم في الأحجام الصغيرة وأربعة شهور أو خمسة في الأحجام الكبيرة على حسب النوع إلى ثمانية أشهر وتحفر الأنسة وتضع البيض في الرمل ثم تقوم بتغطية الحفرة بعد قيامها بوضع الماء على الرمل وطبيض السولكاتة مرة واحدة في السنة أما عن الغذاء يجب أن يكون الغذاء به نسبة عالية من الألياف ونسبة البروتين قليلة ولا تأكل البقوليات مثل الفصولية والفول فهي تأكل الخضروات أوراق الشجر الجزر يجب توفير طعام مناسب للسلحفات من النباتات مثل الخس والاخيار والبرسيم والفواكه والخبز نصائح عند شرائك السلاحف من الممكن شراء السلاحف من سوق السيدة عائشة بالقاهرة أو محلات العصافير أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأفضل وقت تشتري فيه السلاحف في الصيف والربيع ويفضل الابتعاد عن فصل الشتاء السلاحف من الكائنات التي تقوم بعمل السبات الشتوي ففي الشتاء تمتنع عن الطعام فلن تستطيع أن تعرف هل هي ممتنعة بسبب المرض أم بسبب السبات الشتوي إذا اشتريت سلحفاء وامتنعت عن الطعام فقد تكون إما مريضة أو بسبب السبات الشتوي للسلاحف كل أمراض السلاحف يكون معها انقطاع عن الأكل السلاحف من زويد دم البارد فتنقطع عن الطعام في البارد في فصل الشتاء وذلك بسكنها التام في جحرها وعدم قدرتها على الخروج لتناول الطعام ويجب عليك أن تقوم بتدفئة المكان لتأكل يجب أن ننظر إلى سلامة العين هذا ثانيا أما ثالثا تأكد من عدم نزول أي إفرازات من الأنف أي يجب أن تكون جافة رابعا تأكد من الصدف أن لا يكون عليه لون أحمر أو أصفر أو غير طبيعي تأكد أنه لا يوجد أي كسور بالصدف واعلم أن السلاحف تحب الاستحمام فلا تحرمها من ذلك وتمتلك السلحفات صدفة خارجية صلبة تغطي جسمها من الأعلى لحمايتها من المخاطر مثل مهاجمة الحيوانات المفترسة بيض السلاح في البرية تقوم إناس السلاح في البرية بحفر جحور وتجهيزها لوضع البيض ويتراوح عدد البيض الذي يمكن للسلحفات البرية أن تبيضه في المرة الواحدة بين بيضة إلى ثلاثين بيضة أما متوسط عدد البيض يكون عشر بيضات غالبا لكن لا يتبقى سوى القليل من هذا العدد من البيض حيث يعتبر بيض السلاحف من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الحيوانات المفترسة مثل السعابين لا تقوم السلحفات الأم بحضانة بيضها أو رعايته فهي تغادر الجحر بعد أن تبيض مباشرة ويستمر البيض في الجحر لمدة أربعة أشهر حتى يفقس ثم يمكس في الجحر لمدة أسبوع وبعدها يكون قادرا على الخروج ومواجهة الحياة من مميزات تربية السلاحف أنها آمنة جدا فلا يمكن أن تتوقع منها أي أزى لا عض ولا صوت السلاحف لا أسنان لها تتميز السلاحف بأنها معمرة فقد تعيش أكثر من مئة عام ومتوسط حياة السلاحف السول كاتا حوالي خمسون إلى مئة وخمسين سنة إنها ليست مكلفة فتأكل من المنزل فلن تكلفك شيء أكلها متوفر في كل منزل وفي الختام لا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر